وفقا للنتائج المعلنة فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يتصدر القوى الكردية الفائزة بواقع 32 مقعدا يليه شريكه وغريمه الاتحاد الوطني بـ 18 مقعدا ثم حراك الجيل الجديد حديث العهد بواقع 9 مقعد وهو المفاجأة الأكبر في هذه الانتخابات وأخيرا الاتحاد الإسلامي بأربعة مقاعد فيما لم تحصل حركة التغيير على أي مقاعد نيابية عدنا قضايان اللي هي دستورية حقوقها حقوق الأقليم كيان الأقليم الاعتراف بك كيان اتحادي بالدستور وأيضا حقوقنا الأخرى بالمناطق المتنازع عليها وفق الآليات الدستورية المادة 140 مناطق سنجار كاركوك سهل نينوى قانقين هاي كلها حقيقة موجودة وصاير بيها يعني عمل لا نبدأ من جديد منظمات معنية في الإقليم أكدت نزاهة عملية الانتخابات رغم الطعون المقدمة بشأن بعض المخالفات نسبة مشاركة الناخبين كانت متدنية بشكل واضح ولم تتجاوز الأربعين في المئة في عموم الإقليم لكنها كانت عملية ناجحة وأنازيها إلى حد كبير رغم الطعون المقدمة من جانب بعض الكينات والنتائج المعلنة نهائية ولن يطرى عليها تغيير يذكر الحزب الديمقراطي وصف فوزه الانتخابي بالانتصار السياسي الكبير لشعب إقليم كردستان العراق مشددا على ضرورة تماسك الكتل الكردية سبيلا لإقرار حقوق الإقليم في البلاد ولعل ما يهم السكان أقليم كردستان لا سيما ممن شاركوا في عملية الاقتراع هو إنهاء المشاكل والمعضلات مع بغداد والتي أثقلت كواهلهم على مدى السنوات السبع المنصرمة هيو عزيز سكاي نيوز عربية أربيل